بسم الله الرحمن الرحيم انا محمل اللعبة فما يحتاج اني احملها من جديد طبعا زي ما قلت لكم اللعبة مساحة 8.94 طبعا بعد ما تحمل اللعبة راح يطلع لك هذا المجلد ميزة اللعبة ما فيها لا كراكات ولا تنصيب ولا اي شيء كيف انا اقول لك كيف تدخل على المجلد اللي حملناه طبعا يطلع لك هذه المجلدات كلها اما انك تروح تضغط على part 1 على double click تقول له install طبعا تختار المكان اللي تبغاها فيه تقوله install وراح يطلع لك مجلد شفتوا هذا المجلد فانا ما راح اقول له اطلع لي المجلد راح احذفه الطريقة الثانية تروح على part 2 وتقول له استخراج هنا وراح يطلع لك المجلد الثاني طبعا هو راح ياخذ وقت عشان تعرف يعني المساحة الكبيرة يعني ثمانية قيقة راح يستخرجها يعني او عفوا اربع قيقة راح يستخرجها فراح ياخذ وقت فعشان كذا انا بقطع الفيديو وبرجع لكم من جديد طيب رجعنا لكم من جديد الحين استخرجنا الملف طبعا هذا الملف المستخرج طبعا ندخل عليه ونروح ندور على الايقونة هذي اللي هي راح تلقاها تطبيق اصلا ما في تطبيق يعني نوع الملف تطبيق اللي هي كل الباقي ملحقات تطبيق وشاي زي كان المهم هذه هي اللعبة طيب كيف اخليها على سطح المكتب يعني خلاص لان اللعبة صارت الحين شغالة تروح على انشاء اختصار وانشاء اختصار اللي هو او ارسال الى انشاء اختصار في سطح المكتب طبعا هذا رمز اختصارها طيب انا انا خلصنا من المجلد المجلد ما نهتم لها الحين طيب عشان بس الشكل ويا كثر ما غثيتكم بالشكل يعني انسخ الاسم واصدقه هنا وانت الموضع طبعا الان اللعبة شغالة طبعا انا ما اقدر اشغالها لان هذا برنامج تصوير شاشة مو تصوير العاب هذا كل شيء لا تنسون سبسكرايب ولايك وفولو على تويتر ولا تنسون تشرون المقطع واي صالة واستفسار انا جاهز ولا تنسون يا اخوان اي شخص حاب يطلب مني لعبة او حاب يطلب مني برنامج لا يتردد ابدا ابدا لا يتردد بس اللي بيحمل الالعاب راح يطلع له الان رابط موقع بس يشوف اللعبة هي شغالة على جهازه ولا لا وباذن الله انا جاهز وفي امان الله موسيقى موسيقى موسيقى